برعاية وبركة صاحب الغبطة البطريارك كيريوس كيريوس تيوفلوس الثالث بطريارك القدسي وسائري أعمال الأردني وفلسطين احتفلا في العاصمة القطرية الدوحة بتدشين كاتدرائية القديسين إصحاق وجوارجيوس للروم الأرثوذوكس بعد الانتهاء من مراحل بنائها حيث أقيمت خدمة صلاة الغروب الاحتفالية في الكنيسة الجديدة شاهد حفل الافتتاح عدد من كبار الشخصيات الرسمية والدينية من داخل دولة قطر ومن خارجها وجمع كبير من المؤمنين